اشتركوا في القناة احنا عايزين دايما في شغلنا من هتدرش اي حجر انا ممكن الحجر اشتغل منه قطعة مميزة وممكن تعملي عائد ربح محترم مثلا انا ممكن اعمل منها خاتم ممكن اعمل منها حلق ممكن اعمل منه كزا حاجة ممكن تخطر على بالي النهاردة الحزازة اللي معنا دي هي حزازة شبابي ممكن تبقى بناتي او رجالي انا عاملاها من مجموعة احجار زي بعض بالزبط بس احجام مختلفة وكمان فيه نوع حجر مختلف كمان معايا فمعايا نوعين من الاحجار باحجام مختلفة الحجر اللي معايا حجر الونيكس بيبقى حلو قوي في الحزازات اللي السواد بتاعه جميل بيبقى مط معايا اربع احجار من اللافا قريب قوي من نفس الحجر فحبيت ان انا اشتغل بيهم كتعة شوق لتعمل عائد ربح علي وفي نفس الوقت مهدرش الخمات اللي هي من شابها بعض قوي دي واسبها على جنب او ممكن ان انا ارميها فما فيش حاجة بتترمي معانا يا جماعة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم انا يعني جمعت كل الاحجار اللي شابها بعضها زي ما انت شايفين معايا معايا عشر احجار من الونيكس مقاس 8 وعشرة او تسعة من مقاس 6 اربع احجار من حجر اللافا وكمان معايا اونيكس برضو بتقسيمة كده عارفين الترميسة شبه الترميسة بالزبط اربع وحدات منه كمان هاخد معاهم فاصلين من اللون الفضي المعادن الفضي بالشكل ده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم على طول بعد الفاصل ونشوف ممكن نشتغلها ازاي اول حاجة طبعا هبتدي اشتغل بالقستك عادي جدا اللي انا عايز اعمله ان انا هاخد التسعة دول في السنتر والاربع اللافا كمان في السنتر يعني هيبقى الدايرة بتاعتي عبارة عن طبعا احنا بنبقى فيه جزء على اليد من فوق وفيه جزء على اليد من تعد على رزغ اليد يعني فانا هاخد التسعة دول هسبتهم في الجزء اللي فوق والاربع اللافا برضو هسبتهم في المقابل تمام كده بحيث ان انا لما اجي الفها اقدر البسها باي شكل هي انا عايزة بس اجمع الاحجار بتاعتي وما هدرهاش زي ما اتفقنا فاللي انا هعمله ان انا هزبط السنتر بتاع الاستيك وابتدي اشتغل الجزء اللي هو التسعة احجار بالمقابل ستة وهركب فاصلين جنبهم يمين وشمال وكمان ترمسة يمين وشمال اللي هو الحجر الصغير اللي هو منبطت خالص بيبقى اسمه او بيتقال عليه ترمسة لانه شكل الترمسة بالزبط فانا هعمل كده وبعد كده هيبقى عندي طبعا العشرة الانيكس هعمل فيهم ايه هاخد خمسة يمين وخمسة شمال بين اللي انا قلته ده يبقى خمسة يمين وخمسة شمال فهبدأ ازاي هبدأ الاول بالاحجار اللي هي هقفل من عندها الاستيك هاخد الاربعة اللافا اتنين يمين واثنين شمال وبعد كده واحدة ترمسة يمين واحدة ترمسة شمال وابتدي بعد كده اشتغل الاحجار بتاعتي بالشكل ده يبقى التسعة هيبقى في السنتر تسعة المقاس ستة اللي هم شكلهم صغير شوية دول هعملهم كأنهم سنتر للحزازة بيبقى الجانبين بتوحهم واحدة ترمسة يمين واحدة ترمسة شمال وكمان الفاصل الفضي وبعد كده هكمل طبعا انا معايا الحجر المقاس تمانية نفس الحجم بتاع حجر اللافا فهركبه خمسة يمين وخمسة شمال انا ليه بركز في خمسة يمين وخمسة شمال مع ان هي دايرة ونقدر نقفلها وخلاص لكن انا دايما بحب العقدة تبقى من تحت يعني ما تبقاش باينة قوي في الحزازة بتاعتي فالجزء اللي انا بظهره من فوق ما يبقاش فيه القفل لو لضمته خلاص ممكن الربطة بتاعة القستك تيجي في اي مكان طبعا احنا بندريها على قد ما نقدر جوه الحجر او جوه الفاصل لكن ممكن تبقى ظهرة بشكل ما فبحاول دايما اعملها عارفين عند الربطة كده من تحت يعني تبقى تحت ايدي مش فوق ايدي فوق وش ايدي عشان تبقى مش زهرة هكمل بقى الشغل بتاعي وهربط معاكم العقدة بشكل حلو او النهاردة فخليكم معايا طبعا القستك ده نوعه حلو جميل بصراحة احسن من القستك العادي اللي هو المطات العادي احنا كنا جشارين البقرة دي من الحاج حسين من فترة عملتلكم بيها فيديو مشتريات كانت تقريبا سعرها عشرة جنيه مش عارفة بقى دلوقتي سعرها كام لكن هي فرنج البسيط ده يعني ما تعتبرش حاجة غالية قوي لكن هي مطات على ستان فشكلها حلو والربط بتاعتها اسهل من الربطة الاستك العادية حتى هربطها معاكم بشكل غير المعتاد النهاردة فخليكم معايا كده عشان وليكم كمان هعقدها ازاي في الاخر ووقفلها ازاي انا هنا زبطت او كنت بزبط بالشكل اللي قلتلكو عاديه في اول الفيديو انا هعمل الشكل بتاعي ازاي هو المهم النهاردة في شغلنا ان احنا ما نهضرش اي حجر عندنا زي ما بقولكو حجر واحد انا ممكن اشتغل به قطعة شغله وتعمل عائد ربح محترم جدا احسن من انا ارميها او ان انا اركانها على جنب من غير فايدة بالعكس انا ممكن استغلها احسن استغلال حتى لو كانت حجر واحد كده المفروض خلصت زبطت الحزازة بتاعتي بالشكل اللي قلتلكو عليه كده بقى المفروض ان احنا هنعمل العقدة او الرطة بتاعة الحزازة بعد مقصيت الزيادة بتاعة الاستيك هاخدها كده وشدها على ايديه المفروض ان انا بالشكل ده على الاتنين صباعي اللي هما دول هبتدي الف اللفة كده واعمل تسحيبة للاستيك انا طبعا عاملة الاتنين مع بعض بصوا واربطها الربطة دي طبعا دي بتبقى متينة شوية عن اني اعقدها عادي وابتدي اعملها مرتين وتلاتة كمان زي ما قلتلكم الاستيك جميل بصراحة هو على ستان شوية فسهل ان انا اشد وبعد كده بدخل الاستيك ما بين الدايرة اللي انا عملتها واربط ربطة عادية او عقدة عادية زي ما بنعقد اي حاجة بشد كويس بس طبعا بحذر بشدها كويس عشان تبقى مش مرخية قوي وكمان مش مشدودة قوي تتقطع وباخد عقدة واتنين واخدت كمان التالتة زي ما انتو شايفين معايا كده بتأكد من شغلي بتأكد من الربطة بتاعتي ربطة مسكة نفسها كمان الباقي هاقصه طبعا اهي هحاول ان انا اعديها من الحجر الحجر معايا مقاس تمانية فمشاء الله كبير فم اقدر ان انا ادخل الفتحة دي فيه بصوا هحاول ان انا قص من جنب العقدة وبكده يبقى احنا جمعنا عدد من الاحجار حلو جدا الحزازة حلوة قوي مرتاحة طبعا كل ده كان عندي ما عملتش بيه اي شغل او ان انا ممكن يبقى موجود يعني بسيب الكلام ده ممكن ييجي شغل اكمل بيه او الافضل والافضل ان انا اعمل بيه قطعة يعني في حد ذاتها قطعة شغل اقدر ان انا اسوقها بالشكل ده زي ما انتو شايفين معايا كده حزازة شبابي او ممكن انا سوقها بشكل حلو جدا وجمعت فيها الاحجار الموجودة عندي كزا نوع من الحجر وكزا مقاس كمان لكن في النتيجة في اللبس حلوة جدا عملتلي حزازة بدل ما انزل اشتري خامة مخصوص لها لانا عملتها من بوائي الخامات اللي عندي بدون تهدير للخامة الموجودة عندي يارب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم ان شاء الله الحزازة كمان تعجبكم الحجر ده حلو اوه في الحزازات بصراحة اسمه اونيكس هو طبعا اونيكس اسود مات غير لامع يعني حلو جدا في منتهى الشياكة بناتي شبابي نتقابل ان شاء الله على خير فيديو جاي ورشة جاية بإذن الله اتمنى لكم كل التوفيق ما تنسونيش من دعواتكم الحلوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام